رمضان جري بس احنا مازلنا بننغمس في أنواره ومازلنا بندوق حلوته هو صحيح مرت أيامه وخلاص بقينا في العشر الأواخر لكن احنا ماشيين مع القرآن ومع أنواره وبننغمس ويا سلام ومن حسن التدبير ان احنا الملفين ملف المستقبل والسعادة كانوا في العشر الأواخر وابتدينا بملف في العشر الأواخر وابتدينا بملف المستقبل وكان أول حاجة وابتدينا نتكلم فيها وانحنا بنتكلم في ملف المستقبل بدأنا نتكلم على أن المستقبل ده ممهد لينا وأن المستقبل ده كمان معلوم ومرتب فالمستقبل مش مجهول ده المستقبل مليان خير وبركة ونور وفضل في الأوضاع الاقتصادية اللي احنا بنعيشها دلوقتي زاد فينا الخوف من ضيق الرزق والخوف كمان أن الدخل ما يكفيش ومتطلبات الحياة بقت تكلفتها عالية وكمان بقينا نخاف من تغير أحوال الأعمال فتضيخ الفرص وبعض الناس يتخلوا عنهم ويقل الدخل اللي بيدخل لنا لكن الله سبحانه وتعالى أبطل مخاوفنا دي أبطل مخاوفنا لما قال لنا في الجزء الـ 22 في الآية التانية من سورة فاطر في أوائل سورة فاطر قال لنا صفة مهمة جداً وإحنا بنبني مستقبان وإحنا بنتعامل مع مستقبان ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز والحكيم تحس كده قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيطمننا بيريحنا بيخلينا نهدى كلمة شوف الاختيار البديع لكلمة الفتح ما يفتح الله يعني مسألة أن اختيار كلمة الفتح كأنها بتخليك تتطمن وتوقن أن خزائن مولاك واسعة ومليانة ومش بس كده وكمان ربنا فتح زي بكده بربنا ربنا نفتح حالك فتح الكرام فهي مفتوحة على مسرعيها يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما يفتح خزائنه ليك برحمته لازم تستفشل أن المستقبل مليان إيه مليان خير وسعادة وإنه واسع ومحفوف بلطف الله وبنعمة الله وبفضل الله وبحنان الله وبكرم الله فأنت حايش في عناية الله سبحانه وتعالى وكمان يطمنك أنه ما فيش حاجة تستطيع أنها تمسك رحمته حد شقدر يمسك رحمته سبحانه وتعالى فإيه اللي يخليك الآن الآن على إيه؟ ومن إيه؟ وإنت اللي مرسل رحمته عليك مولاك فمستقبلك مش ممكن يضيء عليك لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرسل عليك رحمته وهو الذي فتح لك رحمته سبحانه وتعالى وهنا بقى نعرف نسأل السؤال المهم طيب اللي عندنا دا جاي منين؟ آه إنه بتليته بأربع ما سلته علي إلا لشدة شقوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهواء كيف الخلاص وكلهم أعداء صحيح إبليس ومرضة الجن بيصفضوا في رمضان لكن أنا فلسفتي بتقول إن مركز كل المخاوف والأوهام والمتاع بين نفس الأمارة بالسوق فنفسك الأمارة بالسوق هي اللي صنعت مجموعة من الأوهام بتعكر عليك شعود الوسع اللي ربنا وسعه عليك في مستقبلك واللي من أهمها وهم غريب وسمج اسمه وهم الفرصة الأخيرة الناس بتاع التدين الكم ربه الناس على وهم الفرصة الأخيرة مش بس والناس كمان الماديين الكميين حسسوك إن الحياة ضيقة وإن الفرص أليلة والفرص بتخلص لا 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 أنا دايما أقول لأحبابي لو أن الفرص انتهت لخلق الله لك ما لا يحصى ولا يعد من الفرص لتزوق حلاوة حبه وكرمه ففي الحقيقة الله سبحانه وتعالى يخلق يبقى أنه يخلق يخلق يعني يخلق بغير حساب ومازال سبحانه وتعالى يخلق ولزاك الله بيقول لنا ما عندكم ينفل وما عند الله يباق لازم كده تحسوا بكده يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون الدنيا وسعة اللي انتو بتتكلموا عن ندرة الموارد لا الدنيا وسعة ربنا بيوسعة ولزاك لو كانت الدنيا طقيقة إحنا عددنا مية وعشر مليون المساحة دي ما كانتش تكفي صحيحنا حاسين في ضيق بس ربنا بيوسع ولزاك لازم إحنا ننتقل ونذهب إلى المستقبل في مكان أوسع من ده عشان نحس بوسع الله سبحانه وتعالى فالمستقبل لازم تعرف أن المستقبل لم يسمى مستقبلاً إلا لأنه محل الإقبال على الله فمين اللي بيستقبلني في مستقبلي الله فما بالك إذا كان الواسع هو الذي يستقبلك في مستقبلك ما بالك إذا كان الواسع هو الذي يفتح لك أبواب مستقبلك الواسع إذا فتح لك أبواب مستقبلك عتكون أبوابه شكلها إيه يا الله على هذا الكرم وهذا السعة وفي خصال لازم تتخلص منها عشان هي اللي بتحول بينك وبين أن أنت ترى الوسع وتتأقن من أن الله سبحانه وتعليك مستقبلك زي صفة الكسل لأنك بتخليك قليل الحركة وما تشوفش نور ربنا سبحانه وتعالى وما تقدرش تستثمر قدرتك ولا بتشوف سعة الحياة تاني حاجة إدمان الشكوى لازم تبطل إدمان الشكوى لأنها بتعميك عن شهود نعمة ربنا ولازم تبطل كسرة الانتقاد لأنها بتعودك أنك تشوف النقص ما تشوفش الزيادة وما تشوفش الوسع وما تشوفش جمال الله سبحانه وتعالى كمان رابع حاجة لازم تتخلص منها نمط الحياة الاستهلاكي تستهلك تستهلك والحياة بتاعتك زي ما بيقولوا كده اللايف ستايل بتاعك يبقى ملياني استهلاك ومبني على فكرة الاستهلاك وطبعا السوشيال ميديا بتدعم فينا مسألة الاستهلاك ده فإيه اللي حاصل؟ فتحس بسبب الإفراط في الاستهلاك في الاستهلاك في الوقت استهلاك في الشراء استهلاك في الأكل استهلاك في الحاجات اللي ممكن تستغني عنها ده لازم يحسسك بالضخل إنك بتضايق عن نفسك وأسوأ حاجة كمان بتصنع مخاوفنا من ضيء المستقبل إننا نحن نتعامل بالإمساك بالبخل مش الترشيد في فرق مكبير أو ما بين البخل والترشيد لأن الترشيد فيه توسعة لكن البخل ضيق وحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا البخلان ده تلفا فعشان كده احنا بنصارع من أجل المنفع عشان والوهام اللي عندنا عشان الموارد محدودة فلازم نصارع ده كمان عندنا حاجة بتمنعنا وعشان نعيش إحنا بالساعة لازم ندرب نفسنا لازم ندرب نفسنا على إن احنا نعيش إيه بسلاثية اسمها سلاثية العيش بالساعة العيش المتسع ساعة العيش اللي هي إيه ده يمومة السعي ما قفش لأن في السعي سعة ودايما بنقول اسمع الحكمة دي بس عرضها على قلبك وخليها تتنقش على قلبك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمر كأنه يعيش أبدا ومن كان في يده حلم أو أمل فليغرسه ولو تكالبت عليه الشدائد حتى لو تكالبت عليك الشدائد ازرع حلمك لأن حضرت النبي ما كانش قاصد بس إن احنا لما نزرع الفسيلة الفسيرة كانت حلم لأن الفسيلة دي الزرعة الصغيرة لأن كل زرعة صغيرة بنزرعها بيكون معاها حلم فلازم احنا بنزرع نزرع الحلم كمان وداني حاجة لازم تكون عندك كمان حسن التوكل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لو توكلتم على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير وجزء من حسن التوكل هو التخطيط وخط التخطيط حقيقي لما خط التخطيط حقيقي وانا حاسس ومنطلق من الوسع التخطيط يبقى ممتع والتخطيط يبقى نوع من أنواع الإلهام من الله فترى الغد كأنك اليوم يا سلام نعمة وتبقى عندك بصيرة فتنفذ للمستقبل بس بتنفذ بالمستقبل بنور الله أو من كان ميتا فأحيقناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس تنفذ إلى المستقبل تالت سفة لازم تكون عندك عشان تساعدك أن أنت تحس بالساعة الرضا لما تكون صاحب رضا يبقى لما تدوم على السعي وتتوكل وترضى لما تكون رضا تحس بالوسع الحيي لما تكون من أهل الرضا تحس بالوسع الحيي وأهل الرضا يا سيدي دايما هم حسين بالوسع عارفين يعني إيه وسع من عند الله سبحانه وتعالى وأهل الرضا دايما بيقولوا أن ضيق الرزق من قصر النظر ويقولوا كمان بحب الحكمة دي فوسع مشهدك تنى المسعدك وعشان نتخلص من وهم الفرصة الأخيرة ونعيش بحقيقة الساعة محتاجين نعمل شوية إجراءة الإجراء الأول التعلم لازم نحرس على التعلم كل يوم نتعلم حاجة لأن التعلم لأن العلم نور والنور بيوريك الوسع كل ما تتعلم كل ما الدنيا بتتسع ولذلك رم ربنا كان في أول خلقنا ولما حب ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ميزة التكريم والتشريف أعطانا العلم لأن العلم يوسع ولذلك إلا حاصل وفوق كل دي علم عليم يعلمه فيوسع حياته ويبقى احنا لازم نوسع حياته تاني حاجة الإنفق والخدمة اخدم حد كل يوم الخدمة تخليك تشوف مدد الله سبحانه وتعالى الواسع عليك وعلى الناس كمان تحس ان الدنيا فيها سعة مش الدنيا بس فيها خير لا الدنيا فيها سعة لأنك انت وزيك رسول الله عليه وسلم يقول ما نقص أماله من صدقة ويقول للسيدة عائشة لا تحصي فيحصى عليك ويقول لها لما انفقت بقيت الشاتو كلها ولم يذهب إلا الكتف اللي هم ما يأكلوه يبقى لازم تعمل كده تالت إجراء اللي انت يبقى لك ورد من الحمد خلي ليك ورد من الحمد الله سبحانه وتعالى على كل يوم على نعم والظاهرة والباطنة اختار عدد من النعم ولو على الأقل تختار نعمتين نعمة تحمد ربنا عليها ولو عشر مرات في الصباح ونعمة تشكر ربنا عليها ولو عشر مرات في المساء وكان الله صلى الله عليه وسلم يحب المئات فكان يعد له ما يزيد على مئة استغفار أو ما يزيد على سبعين استغفار فيا سلام لو اعتحمد ربنا مئة مرة على نعمة من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن حمدتم الله طيلة حياتكم على نعمة واحدة لا تستطيعوا أن تكافئوا نعمه سبحانه وتعالى تالت حقيقة أنا عايزك تهتاني بالنعم تعتني بنعمة ربنا عليك تعتني بالصحة نعمة فتأكل أكل صحة تعتني بالرياضة عشان صحتك فلازم تعتني بالنعم ما ينفعش أن النعم ماذا تهمنها طب أقول لك حاجة أمان الإجراء الخامس تعالوا نفكر في استثمار النعم كل يوم فكر إزاي نعمة من النعمة اللي عندك تستثمرها وتوسع مجالها وتوسع عملها في حياتك على فكرة الناس اللي بينجحوا والناس اللي بيحسوا أن حياتهم بتتسع هم أهل استثمار النعم إذا استثمرت النعم ماذا؟ فتح الله عليك أبواب الرضا وفتح عليك الأبواب الذي يفتحها عندما يتجل على عباده بالكرم عايش ترى كرم الله استثمر نعم الله يبقى أن ده إذا استثمرت نعم ربنا سبحانه وتعالى تكون من أهل السعة وتعرف أن مستقبلك واسع وإزاي مستقبالنا واسع وإزاينا نأكد ده نأكد ده ولكن بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نأكد لكم على المعنى اللي لو تغلغل في قلوبنا ينور قلوبنا كلنا ونحس بسعة الله وبوصل الله وبكرم الله وإن مستقبالنا واسع لأن مستقبلنا محل تجل الواسع سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر